بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل بإذن الله تعالى شابتر ثري اللي يتكلم عن الترانسبورت لاير بعد ما خلصنا الانتروداكشن شابتر ون شابتر تو ابلكيشن وتكلمنا عن بعض الابلكيشن بروتوكول زي اله تشي تي بي و دي ناس الآن نبغى نتكلم عن الترانسبورت لاير إذا تذكرون في شابتر ون كأن الترانسبورت لاير مسؤوليتها هو بروسس تو بروسس أو هاندلينج البروسس تو بروسس يعني بروسس عند الكلاينت مع البروسس اللي عند السيرفر مثلا تبغى تدير العملية هذه بطريقة مسؤولة عنها مين اللي هي الترانسبورت لاير من أشهر بروتوكولات الترانسبورت لاير زي ما لما احنا قبل أقال في شابتر سابق التي سي بي اللي ترانس ميشن كنترول بروتوكول والـ UDP اللي هو User Data Gram Protocol تكلمنا إحنا كـ Application لما نجي ننقل البيانات through the network نحتاج different services لكل Application أو خدمات مختلفة لكل Application معين مثال الـ HTTP تكلمنا إحنا قلنا نحتاج Reliable Data, Data Integrity نحتاج إلى Flow Control, Congestence Control فهذه نبغى خدمات في إدارة الـ Process تقدم لنا هذه المزايا إذن قد نحتاج بروتوكول يسمى TCP وفيه أحياناً نبغى Streaming ولا تتطلب إضافة بعض الأجراءات زي Reliable, Flow Control, Congestion Control فتقول أنا بستخدم الـ User Data Gram أخف هدر وأفضل من ناحية بعض الـ Application إذن لتحدد البروتوكول المناسب زي ما شفنا بجاعة دول شابتر 2 هو نوع الـ Application هو اللي يحدد أي Transport Services أنت تحتاج ورحة طيب بالنسبة إلى إذن الـ Goal هنا نبغى نرسل نبغى نرسل طال عمركم الـ Data over network using two famous protocol إذن لا إله إنا الله TCB أو UDP أوكي أوكي الـ UDP قلنا Connection Less Transport TCB Connection Oriented Reliable Transfer إذن لما نحتاج Reliability أو نبغى نتأكد من وصول بينات كاملة إلى الطرف الآخر لازم نستخدم Reliable Data Integrity ولازم نسوي Establishment Connection Connection Oriented ولازم نتأكد أنه الـ Network ما هي Conjusted ما هي محتقنة ما هي مضغوطة كل هذه الخدمات يقدمها بلوتوكولة TCB بينما الـ UDP لا أخف هدر أقل احتياجي لبعض التفاصيل ولكن يفيدني بعض التطبيقات إذن ما أقدر أقول TCB أفضل ولا أقدر أقول UDP أفضل إلا لما أشوف نوع الـ Application ويناسب هذا TCB ويناسب هذا هذا مهم تفهمون هيا شباب إذن لما تحتاج Reliable Data Transfer تحتاج Flow Control وتحتاج إلى Conjustice Control هذه أمنها لك من TCB بينما UDP Connection Less Low Header يناسب بعض الـ Application طيب هنا نشوف بس إيش دور دور الـ Application ومكانها هي لو جينا من Top Down Approach فهي بعد الـ Application زين وش وظيفتها لا تنسى هنا عندك End System وهنا عندك End System سير فرح بيتصل مع أو Client بيتصل مع سير فرح عبره طبعا هنا يوريك الـ Global Local بغض النظر أنت رسالتك أو المسج حقتك أو الـ Process حقتك يبغى ينتقل من هنا إلى هنا ويرجع بخط العودة الترانسبورت وظيفتها إدارة انتبهوا كلمة السر Process to Process يعني أي بروسس هنا تخاطب بروسس هنا عبر الشبكة أكيد كفيزيكال باث لكن في اتصال لوجيك منطقي بين هذا الـ Process وهذا الـ Process طبعا يمر عبر فيزيكال لينك واللينك قد يكون مختلف إذن يهمني أنه في الترانسبورت أنا في الطرف الكلاينت وهناك في الترانسبورت في طرف السيرفر تدار العملية عبر الترانسبورت لاير بروتوكول إذا TCB أو UDB فهي لوجيكال كومينيكيشن بتوين Application Process سمينا الـ Application اللي بننشئها It's a Process نبغى نديرها بين الطرف هذا والطرف هذا مثل الـ HTTP بروتوكول أنت تبغى تسوي ريكوست وبعد أنت تبغى تتلقى ميسج من السيرفر هذا الـ HTTP لما جيت تنقله بيدار بعملية الـ Process اللي running on different machine يعني عندك بروسس هنا running على جهازك وبروسس هنا running على السيرفر إذن It's a Logical Communication أو اتصال ليش قال Logical لأنه ما في سلك مباشر من هنا أو ما في قناة من هنا فيه رسالك تمر عبر أكثر من Data Link وأكثر من راوتر وأكثر من Safer Provider بالأخير هذولا كلهم أملوا لك اتصال منطقي بينك وبين الـ Transport في الطرف الآخر في الطرف الـ Receiver طيب الـ Transport تقول Action at End System نعم انتبه يقول لك إنه تتم عملية الـ Transport رأي تتم في الـ End System يعني الـ Router والـ Switches اللي في الكور حق الشبكة ما له علاقة بالـ Transport الـ Transport Action يتم عمليات الـ Transport كلها وين في الـ End System في الـ End System يعني الـ Client أو السيرفر مثلاً أو أي End System مشبوك على الـ Network sender breaks application messages into segment إذن هذي كلمة السيرفر تذكرون شابتر 1 قلنا لما تجيك Data Message سمناها Message في الـ Application تنزل على الـ Transport طبعاً في عندك برتو كلين يا TCB يا UDP طيب من اللي حدد قلنا يحدد نوع الـ Application فيه Application يناسبها TCB فيه Application يناسبها UDP فيه Application تحتاج Reliable فيه Application ما تحتاج Reliable بالأهمية فيه Application تحتاج كنترول يعني فهذه اللي حددها No الـ Application ضربنا مثال يستخدم الـ TCB يستخدم الـ UDP صح؟ يوم تكلمنا في شابتر 2 طيب أنت تبتضيف هدر حق الـ Transport الـ هدر تسوي تذكرون أنه معرفنا تبتضيف هدر بعد ما تأخذ المسج وتسوي لها Breakdown تقطعها إلى ثم تضيف لكل Message هدر الـ هدر هذا لما تغلف ونسمي البيانات بعد التغليف Segment إذا لما أقول Segment على طول يطلع على بالك وين يطلع على بالك مكانك في Transport Layer عند الـ In System طيب إذن Segment ما هي إلا Message Message مقطع أو Breakdown بدنا نضيف لها هدر حق الـ Transport تقول لي وش البيانات اللي احتاجها في الهدر نحن نفصلها بعد شوي حق الـ Transport طبعا تشكل لك Segment إذن Segment عبارة عن Message عيدة المرة الألف مضاف لها هدر الـ Transport Receiver الـ Receiver عند الطرف الآخر هنا في الـ Client رح يسوي Re-Assemble إعادة تجميع القطع اللي قطعها السندر إلى مسجد بقطع Segment ثم غلفها هناك بيعيد يجمعها على أساس يرسلها مرة ثانية إلى في الـ Receiver لا تنسى نجي من الأسفل إلى الأعلى في الـ Receiver نجي من الـ Transport و تروح للأبلي كيشن فالـ Transport هنا يجمع السيغمت اللي تقطعت هناك في السندر ويجمعها ويركبها ويعطيها الـ Applications وهذا اللي قاد يقول لك يا هنا Re-Assemble Segment into Message Passing through Application To transport available to Internet Application أشهرهم الـ TCB والـ UDP وين الـ Reliable الـ TCB وين الآن Reliable الـ UDP وين الـ Connection Less الـ UDP وين الـ Connection Oriented الـ TCB أيهما أفضل ما فيه شيء ما أفضل عطني الـ Application وأعلمك حسب الجدول اللي خذناها في شابتر 2 أيهما تستخدم H-T-T-B F-T-B يستخدمون Reliable DNS يستخدم وفي الجدول ارجع له في شابتر 2 يعلمك كل الـ Application ويش تحتاج من الـ Transport Protocol هنا يضرب لك مثال وشي الفرق بين الـ Transport وشي الفرق بين الـ Network لأن لا تنسى تحت الـ Transport في Network صح؟ هذا هذا Top Down ونأخذ الـ Network شابتر 3 طيب يقولك تخيل عندك 12 طفل في بيت آن يبغي رسلون رسالة الـ 12 طفل في بيت Bill هذا تشبيه الآن كلهم الـ 12 طفل الأولين موجودين في بيت آن يبغي رسلون 12 رسالة الـ 12 طفل آخرين في بيت Bill طيب خلونا نشبه الأطفال بيش الـ Host هو الـ House الـ Host الجهاز حقك اللي بترسل من عنده يمثل كأنه بيتك الـ Process اللي تبقى أنت ترسله هي Kids اللتر اللي بيكتبون على الرسالة هي إيش الـ App Message فأنت الآن في عنوان لبيتك وفي عنوان لكل رسالة لكل طفل إذا في عنوانين عندنا عنوان البيت حق آن عنوان الطفل اللي كاتب الرسالة وأيضا في عنوان البيت وفي عنوان الطفل اللي بتوصل للرسالة في الطرف الآخر إذا لاحظت وش عندك عندك أربعة أشياء في عنوان كل طفل من اثناش في بيت آن وفي Physical Location للبيت آن وفي 12 طفل هناك في بيت بيلز وفي بيت بيلز نفسه له عنوان طيب كيف ندير العملية هذه هذه يذكرك أنه تحتاج إلى Address للبروسيس وتحتاج إلى Address لل client نفسه اللي هو في النتورك اللي هو نسميه الـ IP إذا ما بنشوف بعد شوي الـ Network layer Logical communication between hosts إذن فرق بينها وبين وبين تعريف أو أهمية التراسپورت التراسپورت قلنا It's a logical end-to-end process connection أو end-to-end logical process connection بروسس مسؤولة عن إدارة البروسس كل بروسس إلى بروسس في الطرف الآخر أما الـ Network فهو يربط لك بين host to host بين عنوان بيتك يا أنت يا أن مع عنوان بيت pills pill واضح واضح الفكرة أنا ما جدت لكم تو في كل طفل عنده رسالة كاتبها إذن هذه بروسس لكل طفل عنده بروسس طيب مو في بيت آن له عنوان نعم هذا الآي بي حق إذن الـ Network وظيفتها ربط بيت آن مع بيت pills بل واضح لكن التراسپورت وظيفتها رسالة الطفل الفلاني مع رسالة الطفل الفلاني في الطرف الآخر إذن إدارة على مستوى البروسس هذه التراسپورت إدارة على مستوى الهوست هذه شبكة دانية مع هوست ثاني هذه وظيفة الـ Network إذن الـ Network logical communication between hosts هذه كلمة السر أما هذا logical communication between process الله يسعدكم إذن فرقوا لي بين التراسپورت وبين الـ Network ربط بيت آن بيت بلز عبر الشبكة هذه مسؤولية الـ Network ربط بروسس معين في بروسس معين طفل معين في طفل معين هذه مسؤولية إيش تراسپورت وكلها logical connection ليه logical؟ بتشوفون بعد ما ناخذ نخلص النتوك لناخذ الـ Data Link الـ Data Link يتكلم عن Link between كل مساء Physical Link بين هذا وهذا يعتبر Wireless Ethernet واضح؟ وهنا قد يكون هذا Wireless وهذا Wired وهذا Fiber فهنا الـ Data Link مسؤولية عن Physical Link between المتجاولين لكن الـ Network لا الـ Network أعلى مسؤولية ربط إيش؟ هاست مع هاست Logical هاست مع هاست ما هو Logical بروسسس مع بروسسس Logical بروسسس مين؟ Transport يا رب إني فهمتكم إياها بشكل بسيط تيتكلم لك عن الآن لما نجي ليش السندر وش يسأل Is Passed Application Layer Message Determine Segment Header Field يحدد طبعا أنت الـ Header حق الـ Segment هذا حق الـ Create Segment Passing Through Network الـ IP طبعا هنا مثلا الـ Network تستخدم الـ IP أو العنوان الـ IP ليش؟ تمييز أي End System عن End Hour واضح؟ طيب هذه عملية الـ Encapsulation وسمناها هنا سمناها Segment صح أو لا؟ Segment هذه Segment صح أو لا؟ طيب Segment بعد تغليفها من المسج سميت Segment هذه اللي قلنا كل طفل اكتب رسالة لما تنزل على Layer اللي بعد راح يعطيها الـ IP هل عنوان الـ End System أو الـ Host طيب إذن وش تكوينة السيجمت هي عبارة عن Application وضعت وأضيف لها هيدر حقة مين؟ حقة الـ Transport ثم عاد تنزل تنزل لين تروح عبر الـ Physical ثم عند الطرف الآخر تجي من أسفل إلى أعلى طيب Receiver يقول لك الـ Receiver هنا أنظاف طبعا هنا كل واحد يضيف هيدر 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 لين تسير 0111 Stream of bits تنتقل تنتقل تجي هنا 01110 يبدأ يجي لين يوصل إلى وكأن فيه بين هذا وهذا هذا وهذا يتفاهمون الأطفال كل طفل يحط عنوان للطفل الآخر عشان إدارة الـ Process مرت عبر الـ Layer كلها لكن الواقع كأن فيه ربط افتراضي بين هذه الـ Layer وهذه الـ Layer Process to Process طيب وش أشهر بروتوكولات الترانسبورت عندي بروتوكولين مشهورين TCB لـ Transmission Control Protocol يعطيك خدمات Reliable In Order Delivery هذه الصفة الأولى Congestence Control يمكن يساعدك في التحكم لو الـ Network congested وش معنى congested يعني الشبكة لو كانت مضغوطة نفس الشبكة هنا وفي ناس كثير قعد تستخدمها وفي losses كثير وفي congested الـ TCB يقوم يتحكم في هذا الاحتقان ويخفف الضغط على الشبكة انتبهوا دائما الـ Congestence يتكلم عن ضغط الشبكة ما يتكلم عن ضغط الرسيفر أو السندر يتكلم عن ضغط نفس الشبكة الـ Core الـ Router ويتشات عليها ضغط من أكثر من يوزر طيب الـ Flow Control أيضا يساعدك الـ TCB على Flow Control وش نقصد بالـ Flow Control الله يساعدكم اها وش الفرق بين الـ Flow دائما الطلاب لأخبطون بين الـ Congestence Control والـ Flow Control الـ Congestence في نترول زي ما قلنا قبل شوية هو احتقان للشبكة نفسها يعني الـ Router هذي قد تكون الناس كثير تستخدمها فسائرة مضغوطة مضغوطة جدا فيكون الباكت لما تروح تحتقن وقد تصد وقد تصد وقد تصد طيب وش يسوي الـ TCB إذا شاف الشبكة محتقنة ما يبدأ يرسل كثير يخفف الإرسال Control لإحتقان الشبكة لكن ماذا نقصد بالـ Flow Control الـ Flow Control أبقلكم شي تخيل هذا الـ Receiver عنده سرعة معالجة وعنده بفر يستقبل البيانات وعنده تخيل لو أنت جيت ورسلت ولا في احتقان في الشبكة وصلت رسالتك في واحد ثاني أرسل وصلت رسالت لهذا السيرفر كلهم يبون خدمات من هذا السيرفر وفلان 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 كلهم أرسل يبون خدمات من هذا السيرفر طيب السيرفر له capability له سعة طيب لو البفر حق السيرفر امتلأ من الطلبات اللي جايين ومن الناس مختلفة من هوست مختلف ما يصير فيه مضغوط ما قد يصير فيه فقد للبيانات لأنه ما قدر يعالجها طيب هذا وش نسميه نسميه Flow Control يعني إذا حس السيرفر أنه مضغوط جدا بالFlow Control لديك دفقات بيانات كثيرة قد يطي إشارة للطرف الآخر عبر تي سي بي أنه هدوا الرتم ترى أنا البفر عندي مليان واضحة وفيه سوموليشن يوريكم إياه كن أرسل لكم الرابط يوريك لFlow Control وما يصير محتقن الريسيفر شف دائما احتقان في الريسيفر يعني مو في الشبكة أعطيكم مثال ثاني من الحياة الواقعية خلنا نتكلم عن مثلا سيرفرات حق مثلا هيئة تقويم التعليم أو هيئة اختبار القدرات والتحصيلي في السيرفر في يوم معين يبيع للنتائج تمام لما يجي ساءت إعلان النتائج لو كان السيرفر هذا ما في ما في بيك داتا بيك يعني ريسورس موجودة وفي آلاف الناس بيستعلموا عن نتائجهم في وقت معين وش بيصير على السيرفر هذا بينضغط ولا لا ما عمركم حاولت تخشوا موقع في خدمة معينة في وقت معين للناس كلهم بيصير زحمة الموقع ما يفتح معك بشكل جيد ولا لا هذا كأنك أنت الفلو كنترول هنا أو السيرفر صار عليه أوفر فلو أوفر هلمنج يعني ضغط أكثر من اللازم هذا طب وش يسوون المفروض أن الناس لو خف الضغط عليه لو هو أرسل يساعد قال لا دي اتصال عليه لأك عدد معين قام خف الفلو كنترول وبالتالي ممكن يجري اتصال واضحة إذن هذا الأملية تدار عبر الترانسبورت بما يسمى بالويندو سايز فيلد منشوفها إن شاء الله تعالى لتخفيف الضغط على الرسيفر هذي فلو كنترول واضح طيب وليش ما تكون الشبكة مضغوطة أبرد عليك أبأقول لك في الساعة المعينة اللي أعلنت نتائج مثلا على مثالين قبل شوي القدرات ناس كثير خشوا على سيرف القدرات فانضغط طيب ليش ما هو الشبكة المضغوطة أبأقول لك ليش جرب إذا جيت تخش على القدرات ولا سطع يفتح معك جرب خش على موقع آخر غير القدرات يعني خش على أي موقع تجاري أي موقع جامعة ثانية تلاحظوا الموقع الثاني يفتح معك معناة الشبكة غير محتقين لأنه نفتح معك الموقع الثاني لكن بالتحديد صفحة القدرات هي المضغوطة معناها هذا الكلينت هو اللي مضغوط السيرفر هو اللي مضغوط معي ضغط عند السيرفر أو ذا هذا فلو كنترول أما ضغط الشبكة طيب أعطيكم مثال على ضغط الشبكة وعدم ضغط السيرفر أحيانا تكون أنت في حدث معين مثلا في عرفات الله يشرفها وفي عندك ملايين الحجاج وفي وقت معين كل حاجة يبغي يتصل أهله يبغي يتصل بسيرفر معين بالجوال هو صح أو لا الآن الشبكة اللي في عرفات الله يشرفها مضغوطة جدا من النتورك المضغوطة لأني أنا مثلا في عرفات باتصل بموقع معين ما هو مضغوط الموقع الناس من دول ثانية غير عرفات قاعدة تتصل بموقع بشكل ناعم معنات السيرفر ما انضغط اللي انضغط الشبكة هذا واضح الفرق إذا انضغطت الشبكة bottom line إذا انضغطت الشبكة هذا نسميه كونجسنز كنترول إذا انضغط السيرفر هذا نسميه فلو كنترول طيب من اللي يعطي الخدمات هذه ويتحكم فيها التي سي بي يعطيك موثقية وصول البيانات بالترتيب يعطيك تحكم في تدفق ضغط الشبكة وتحكم في تدفق البيانات عند الكرايد وأيضا لابد من وش نقصة يعني لابد من تأسيس الاتصال بين المرسل والمستقبل قبل إجراء اكسشينج للداتا قبل ثبادل البيانات في حالة تي سي بي يعني لو ابلوكيشن اش تي بي قلنا في شابتر 2 يستخدم نوع تي سي بي معناته قبل ما يتبادل البيانات الويب كونتنت بين الكرايد والسيرفر لابد الكرايد استابلش كونيكشن أو يأسس اتصال قبل أن يجري عملية تبادل البيانات إذن نسميها ايش كونيكشن استابلشمنت وبعد ذلك لما ينتهي الكنيكشن لاجه نسوي ترميناشن أو ترن أوف الكنيكشن هذا إذن في التي سي بي لابد منستابلش كونيكشن لابد تكلوز الكنيكشن بعد انتهاء الهدف من الكنيكشن واضح نجي شوف النوع الآخر أو الخدمة الأخرى اللي يقدمها الترانسبورت اللي هي اليو دي بي اليوز تحت اجرام بروتوكول هذه ان ريلايابل إذن هناك ريلايابل هنا ان ريلايابل ان أوردر دليفري يعني ايش معنى ان أوردر يقول لك يقول لك اكستيشن بست افورت يعني ترى بيستخدم افضل الرسورس المتاحة طيب هل هو ريلايابل لا اند ريلايابل سيرفلس نات افيلابل ما يضمن لك الدلي قرانتي يعني ما يضمن لك هل فيه تأخير بدرجة معينة او اضمن لك تأخير معين لا هل الباندوث قرانتي لك يعني الباندوث المتاح لك في قناة اضمنه لك كمرسل ومستقبل باستخدام يو دي بي لا واضح هاد السيفس كلها غير متاحة لا في تي سي بي ولا في يو دي بي اللي هي ضمان عدم او دلي معين زبا معين ما فيه ولا الباندوث قرانتي في كل الحالتين واضحة طيب ايهما افضل دائما لما تقول مواصفاتك واحد يرفعن طلاب يديهم التي سي بي افضل يا اخي ريلايابل يا اخي فيه فلو كنترول اقول لك لا الافضل هو حسب الابلي كيشن لانه اليو دي بي في ميزة لوفرهيد بينما تي سي بي لوفرهيد عالي شوي عشان تضيف الخصائص اللي قلناها قبل شوي طبعا المالتبليكسينج والدي مالتبليكسينج وش نقصد فيه ان البيانات تتجمع مالتبليكس لما جيد ترسل و ايضا تتفرق لما جيد نرسلها للابلي كيشن خلنا شوف بمثال خلنا شوف بمثال شايفين الرسم اللي قدامكم هنا عندك سيرفر يقدم خدمة لكلينت في شبكات مختلفة هذا كلينت في شبكة جاي اتصال مع السيرفر وهذا كلينت اخر يبيرجل الاتصال مع السيرفر اذا السيرفر هذا طبعا هذا مشغل نتفليكس مثلا على الفاير فوكس وهذا مشغل مثلا اي متصفح اخر واي موقع اخر مثلا هذا الستيرفر شغال على نظام التشغيل هذا باتي يربط او يعطي رسائل لكل احد ايش يتصل فيه طيب يوريك الان كيف تتم عملية البروسيس تو بروسيس وكيف تتم السوكت نمبر لا تنسى هنا لبنضيف الهيدر احنا جايين من الابلوكيشن اتستيرفر مثلا نضيف الهيدر حق الترانسبورت ثم تنزل اسفل يضيف الهيدر حق مين النتورك الان عملية هذي نسميها انكب سوليشن الان مع هيدر النتورك شو نسميها نسميها مع هيدر فقط سميها سيجمنت احنا وشو نسميها نسميها ماسج زي ما قلنا شابتر 1 لا تنسون تروح وتعبر عبر الكلاود الراوت لين تصل الطرف الآخر تجيك من اسفل الى عند الاندكرا كذاك لو هذا بجري الاتصال نفس الطريقة واضح خير نشوف كيف كيف نفرق بين اي بروسس واي بروسس اخر هنا كلهم بيتصلون بهذا السيرفر كمثال كيف تتم عملية طبعا كيف تتم عملية البروسس الملتبليكس والدي ملتبليكس يقول الملتبليكس يتم والدي ملتبليكس يتم عند الريسيفر طيب الدمج يتم هنا هنا لما تجي ترسل لابد تمر عبر الدور باب سبعنا socket تذكرون تكلم عن socket programming socket يمر عبر socket هذا كأنك هنا كريات بروسس معين بروسس معين ب بايش ببورت نمبر معين كمرس source وايضا هناك ترسل على socket معين على باب اخر الطفل الفلاني بيرسل الطفل الفلاني في البيت الفلاني هنا صح فانت لازم كريات process as a source وتطرق على بروسس معين في السيرفر كذلك هذا عنده بروسس رقم 4 بيطرق على بروسس رقم 2 في ال application حق السيرفر اذا اذا هاندل داتا فرم مالتبول socket and transport header ليدمج وهناك يسير مالتبليكس هو اللي يفرق هذي رايحة البروسس 1 هذي رايحة البروسس 2 خلينا نشوف العملية دي وشلون ايش نسوي مالتبليكس نحتاج طبعا هذا هذا يا شباب الى هنا هذا الهيدر حق مين حق الترانسبورت هذي وشي هذي المسج العملية دي وشي encapsulation كلها وش اسمها اسمها segment ليش segment لان هذا مسج مضاف لها هيدر حق مين حق الترانسبورت بعد ما ننزل النتورك نبينضيف هيدر حق النتورك هنا هيدر النتورك وتسمى data gram بعد ما تطلع لل يضيف الهيدر حق الترانسبورت تذكرون عامل شابتر 1 كل واحد يضيف هيدر 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 حتى تصير بيت بعد ما تصير بت تروح بالفيزيك الواضح طيب خلينا نسوي التركيز بما نتكلم عن الترانسبورت على هذا الجزء ابقسمه الهيدر حق الترانسبورت وابلكيشن داتا اللي سميها بيلود او البيانات المحمولة تذكرون اما قلت لكم كل طفل بيرسل طفل معين في بيت الثاني صح او لا اذا مثلا خالد طفل اسمه خالد بيرسل طفل اسمه محمد لازم خالد يحدد بورت يقول انا خالد بورت رقم خالد وبرسل بورت رقم محمد واضح طيب لهم علي بيرسل الناصر سورس بورت علي رقم الناسر اذا الترانسبورت عسى يسوي ملتبليكسنج ودي ملتبليكسنج هناك عند الطرف الاخر واضحة اذا هنا احتاج ايش اسمه الطفل كما اني احتاج عنوان البيت يوم قلت لكم بيل هاوس وان هاوس موبله اي بي ادرس احتاج هنا اي بي ايضا في نتوق اشانا اميز الرسالة ذي رايح البيت فلان السيرفر الفلاني ولا رايح السيرفر الفلاني اذا انا احتاجت هنا معلومات عن البورت اساس الطرانسبورت ومعلومات اي بي اساس النتورك اساس ادارة الهوست عشان النتورك لكن ادارة برويس احتاج الى واضحة طبعا هذا الكلام منطبق سواء في التي سي بي او اليو دي بي تحتاج المعلومتين السورس بورت اساسين بورت في كل الحالتين طب كم طول السورس بورت لو كان طوله 32 بيت كل واحد طوله 16 بيت واضحة السورس بورت 16 بيت الدستنشن بورت 16 بيت لما يقول لك 16 بيت يعني ممكن تتكون من 0 0 0 0 16 بيت إلى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كم عدد البورتات 2 16 اللي هو قرابة 65 ألف بورت مختلف يعني ممكن TCP handling عدد بروسس بعدد 62 واضح كل بروسس عبارة عن طفل معين عنوان بروسس معين وفيه شي سمونا بورت نمبر هذي ما تستخدم إلا في الوين نون أبليكيشن نبنشوفها بعدين لكن الحق الطوله 16 بيت 16 بيت سواء سورس أو ديستنشن خلينا نشوف connection less اللي هو UDP مثال في الدين مطلب لك كيف تتم العملية أنت كيوزر لما تيجي تستخدم UDP لما يكون أبليكيشن زي الدين لما يستخدم UDP فأنه لازم يوكريات سوكت تأسس تورت نمبر كسورس من عندك وهذا الأمر حقها في الوزر ديقرام أنه يوكريات سورس وحطها رقم 1 2 5 3 4 هذا الرقم اختار بروسس من ضمن الخمس ستين ألف تقريباً الهثين وستاش اختار رقم 1 2 5 3 4 طبعاً هذا تحولوا البايناري بيطلع لك السوكت نمبر أوكي أنت يوكريات هذا السوكت لازم تقول أنا الطفل الفلاني هذا البورت نمبر حقي وطالع من بيت بيلز أو بيت أنز هذا الـ IP أساسيش الـ Network Handling الـ 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 حقيتك طيب ونرسيف الـ حوص رسيف الـ UDP دات سيجمت تشيك شيك هذا السوكت نمبر جاي من الطفل اللي اسمه خالد كصوص وين رايح على أي طفل عندي في البيت لازم تحدد Destination Port Number إذن من Destination Port يحدد أي طفل إذن أحتاج same طبعاً Destination Port but different IP جاي من بيت فلان إلى بيت فلان لنبي نشوف الآن بالمثال كيف شوفو فهذا في Connectionless افترض عندك Process 3 جاي من Client اللي على اليسار هنا وفي Process 4 جاي من Client اللي على اليمين وكلهم Connectionless يعني UDP يستخدمون طيب هذا السوكت اللي فتح عنده رقم 9-1-5-7 هذا الطفل رقم البرسس حقه 5-7-7-5 هذا الطفل معين هذا الطفل معين هذا بIP معين مختلف عن الIP هذا لكن خذي بيقول لك شي خذي بيقول لك شي كلهم يبغي يتصلوا بنفس الخدمة يعني كلهم يبغي تصفحون على بورت مثلا رقم 6-428 يعني كلهم بيطرقون نفس destination بورت هنا في الشيرفر يعني الطفل هذا بيخاطب البروسيس هذه والطفل هذا بيخاطب نفس البروسيس طيب كيف يميز هذا الكمبيوتر هذا البروسيس المختلف أهام بيقول لكم كيف لا تنسى هنا هذه جاية ببروسيس رقم 9157 وهذه جاية ببروسيس رقم رقم 5775 إذن السورس مختلف هنا السورس 5 7 7 5 أما destination في destination هنا نفسها اللي هي 6 4 2 8 اللي هي هنا destination إذن هذا نفس الشي طيب لما تيجي ترجع العملية هنا كيف عرف إن الرسالة ذي رايحة من اليسار وذي الرسالة رايحة من اليمين لأن السورس مختلف هنا صح أو لا فيردها بناء السورس لكن كلها تيجي تمر عن نفس destination بورت هذا نسميه connection less إذن البروسيس ثلاثة والبروسيس أربعة يطرقوا أو يدخلوا على السيدر عند نفس البورت 6 4 2 8 كيف يميزهم هنا يميزهم باختلاف السورس بورت واضحة هذا في الكونيكشن أما الكونيكشن الكونيكشن أوريينتت اللي هو الكي سي بي هنا لا هنا أحتاج إلى أربع معلومات رئيسية سماها اللي هو وشو اللي هو الصورس اي بي بيت ان وايضا الطفل اللي عند بيت ان بورت ان مثلا واحتاج بيت بيل والطفل اللي عند بيل احتاج اربع معلومات وكل بروسس معين بروسس واحد يتصع البروسس مثلا اربعة هنا بروسس محدد ما يجو كله مع نفس البروسس انتبه واحد روح الاربعة مثلا هنا عندك طبعا فكرة ليش حطوا بروسس عند الكلينت هنا انت كمبيوترك ما تقدر تفتح صفحتين ما موقعين مختلفين او نفس الموقع تو بروسس الا ممكن ممكن طبعا اذا اذا هنا بروسس اثنين بس اسمه كل بروسس يطرق السيرفر على بروسس معين محدد على اساس كده قلنا ايش كنكشن قلنا لا الهين الله نحتاج الى الاربع معلومات في الصوكت كنكشن اوريينتد معي اذا واحد اتصل مع اربعة خمسة اتصل مع ثلاثة اثنين اتصل مع ستة هذا ارقام البروسس واضح وهنا يقول لك الاي بي شوف هنا احتاج صورس اي طبعا قال لك عنوان البيت اي اللي هو الهوست اي بي طبعا هوست اي بي هذا مهم اي كمثال ولا ممكن يكون ون نايتيتو دات ون سكستي ايت المهم انه عنوان اي بي كامل بس قلت اي مثلا والبورت نمبر كم تسعلاف ومية وسبع وخمسين طيب اذا بخاطب بيت من بيت بيل او الاي بي حق بيل اللي هو الاي بي حق السيرفر على اي بورت على والنون بورت رقم ثمانين اذا هذي معروف رقم ثمانين هذي البورت حقة اله تي تي بي فكأني اباطرقه على اله تي تي بي ابخاطبه اي تي تي بي بروتوكول طيب الان هذا البروسس والكريات مع بروسس اربعة هنا لما يجي رد عليه اربعة طبعا بتنقرب الصورس اي بي بصير اي بالستي نشان اي بي بصير بي والبورت الي كان هناك مرسل بصير هو المستقبل لان هنا انت ارسالت بعدا هنا اركست استقبلت فتنقلب الأرقام هنا واضح ليل لمرسل اصبح مستقبل المستقبل اصبح مرسل ولكن لي بغاك تلاحظ انه احتجت اربعة معلومات احتجت الاي بي والبورت here نفس الشي نفس الشي واضح пожالاما عساس كده هذا قدر يميز إن هاي راحل بروسس رقم 2 بروسس رقم 3 عن طريق اختلاف السورس IP وأيضا السورس بورت ممكن دستنيشن بورت كلها 80 لكن مختلف السورس بورت نفس الـ IP بس مختلف السورس بورت إذن أقدر أميز هاي راحل 3 ولا راحل 2 السمري التي سي بي واليو دي بي تكلمنا عن واحد connection oriented تي سي بي واحد connection less يو دي بي واحد يقدم flow control congested control واحد ما يقدم flow control congested control من اللي يقدم flow control congested control وreliable التي سي بي من اللي ما يقدم اليو دي بي اليو دي بي هيدره أصغر بكثير من التي سي بي أساس كده يكون اليو دي بي low overhead هاي أسألة تيجي صح وخطأ low overhead أسرع في البروسسينج من التي سي بي ولكن بعض الابلكيشن تتطلب ياخذ تي سي بي فاستخدمها تي سي بي زي مين الابلكيشن تتطلب تي سي بي زي الـ FTP صح ولا لا بينما وش اللي يستخدم يو دي بي تكلمنا مثلا عن dns على سبيل مثال شابتر 2 يتكلم عن بعض الابلكيشن وش تحتاج من services طبعا أبأتوقف عند هذا الجزئية ونكمل إن شاء الله في الجزء الثاني بقية شابتر 3 إذن هذا حتى فرقنا من التي سي بي واليو دي بي ومواصفاتهم وفرقنا بين دي مولتي بليكس والمولتي بليكس كيف العملية تتم نتمنى أن تكون واضحة شكرا لجميع